اهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم ايجوبشن جيمرز والد معكم محمود بيبو حلقة جديدة ولاس ديون ارسوا نهاية حدث الهيد هانتنج ارينا ده الحدث التعديل بتاع حدث الارينا العادي زي ما عملوا في كوميون ترايلز ما كان الكميون هما بيعدلوا الاحداث القديمة اللي بقالها فترة كبيرة ما اه تحدثتش فده هيحل مكان الارينا واحنا بنبدأ الفيديو بتاعنا بنفكركم هدفنا ان شاء الله ان احنا يوصل الى عشر تلاف مشترك بمساعدتكم فاي حد بتفرج علينا مش دايس عزران متابعة يدوس عليه وكمان يفعل زرار الجرس ويلا بينا نشوف النهاية بتاعت الحدث وهنشوف ايه الجواز اللي هنقدر نكسبها منه يعني في ناس كتير هجمة الحدث في الصراحة وخلينا متفقين ان هما يمكن الحاجات اللي تعدلت الفترة اللي فاتت اه الحداثة يمكن اللي تعدلت كان منهم يمكن اه زي ما قلنا في البداية بقى ما كان الكميون العادي ويمكن الصراحة انا كنتش بروحه كتير خالص كان بالنسبالي اه يعني ممل حدث اه الجواز اللي فيه ما كانتش قد كده يعني ما كنتش مبسوط منه ففرحت ان هما نزلوا كوميونترايز ويمكن كوميونترايز انا شايف انه هو قلطف كتير الارينا اه كان برضو الى حد ما بتخش تحارب اه اه يمكن نفس القصة اللي احنا فيها دي انت بتخش تحارب حد معين ويمكن نفس الاسوبة لكن هنا غيروا البصز الموجودين طبعا احنا زي ما انتم شايفين كده احنا هنحارب الاعلى مستوى خالص لان احنا يمكن عايزين اه ناخد الجايزة ده كده كان مفاضل تقريبا يومين في الحدث فهنحاربهم كده ويتحاول نجمع لكل اه النقاط او كل الودان بتاعة اللي احنا بنقطعها اه انا شايف انه نفس القصة برضو بتخش قرينا موجود فيها وهوش مختلفين عن الوحوش اللي فاتوا ويمكن الوحوش اللي فاتوا كان الحدث نفسه كان ممكن احنا العدناء عندنا في قناة اه كانوا بيبقى كل واحد ليه خمس مستويات وانت بتحاربهم خمس مرات وبعد ما بتحارب الخمس مرات بيبقى خلاص بالبوز ده بيختفي ومجموعهم كانوا تلاتة فما كان مجموعهم خمستاشر بعد ما بتخلص خمستاشر بتاخد جوائز زيها زي اه الحدث يمكن اه حدث تانية كانت نفس الكنسبت على حسب اللي انت قتلت هتاخد جايزة هنا الكنسبت بتتغير شوي بقيت بتجمع نقط وبتاخد هدايا يمكن في ناس كانت مبسوطة بالهدايا اللي موجودة آآ يعني قعدوا يعني حد من اصدقاتنا كان كاتب لي ان هو بيحب شايف ان الجوائز كويسة لان هي بيديك اعداد يعني عشرة آآ خمستاشر خمسة مثلا من او عشرة من يعني فشايف ان ارقام كويسة بس ده كبير فانا صراحة يعني كنت معطارد شوي ان لأ انا حسس ان الجوائز مفروض تبقى احسن من كده ويمكن هما الفترة اللي فاتت آآ زي ما قلنا هما عدلوا وعدلوا كان آآ اللي هو نحن هم ندور فيه على الكانز او الغطيون بتاعة الحاجة السقعة اللي بنروح نشغل بيها المكنة فيه او مكنة اللي بتلف دي اللي بتعلق اشكال زي بعض اللي في كماما وبتكسب عليها جوائز جوائز صراحة محترمة جدا اللي موجودة فيه الحدس ده ولكن الحدس نفسه تغير بقى فيه عشان تجمع كوينز بقيت بتروح وفيه وخدوا آآ مجموعة منهم وانت بتروح وتجمع خريطة وتروح بتاعهم يعني برضو اتعدل فيه شوية مش فاكر ازا كان فيه حاجة تانية يتعدلوا ولا بتاعلي هما دول الاتنين اللي تعدلوا وده يعتبر التالت ولكن انا عندي مشكلة في حاجة لو اتكلمنا مسا عن كميونت رايدز كميونت رايدز اول ما هتعدل خلص انا كنت شايف ان هو ده اعلى مستوى يعني كان احسن حاجة مستوى كان كويس جدا آآ الجوائز وكمية الحاجات اللي انت بتاخدها منه او العملة بتاعت الحدس نفسه اللي بتبقى موجودة كانت كتير جدا آآ كنت لما بتاخد آآ من التالات اللي موجودين في كميون كانت بعشرة دهب آآ فكانت الناس بتلعب اكتر الجوائز كانت حلوة كان فيه جوائز لمرة واحدة والجوائز التانية حتى الجوائز اللي بتضير كانت الجوائز حلوة قوي فكنت شايف ان ده احلى مستوى او مستوى كويس جدا يعني حدس هايلي ليه الجوائز احلى من آآ احداث كتير جوائز كتير الجوائز سهل انك تجيب تجمع عدد مقاط كتير فتقدر تستري حاجات من الشب اللي موجود آآ ما كانش صعب آآ فيه لفلات صعبة ولكن ما كانش مستحيل كان سهل انك تاخد الجايزة الكبرى من غير ما تدفع يعني كان فيه ناس بتلعب من غير ما تدفع هو بيلعب التلات مرات بتوقعه كل يوم وفي الاخر قدر ان هو يجيب الحاجات فبالنسبة للناس اللي بتلعب من غير دفع من غير معاش دهب كتير او 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 دي فرصة كويسة جدا جون بعد كده بعد الفيد باك وبعد ما شافوا الدنيا قال لك لأ الدنيا عايزة تتضبط شوي فمعاملين ايه موالقين النقط ويمكن احنا عملنا فيديو تاني قلنا ان ليه بقت صعبة الموضوع بقى صعب ليه خلوا النقط اقل خلوا اللهب بتاع البارب بخمسة وعشرين بدل عشرة آآ يعني استغربت ان هما ايه صعبوها ولكن مقبول ان هما اول مرة نزلوها بعدين يبتدوا يعدلوا في اللابة فصعبوها شوية بياخدوا الفيد باك ممكن يسهلوها تاني ممكن يزودوا النقط ويسيبوا الجواز زي ما هي يعني يبقى فيها تعديل برضو آآ برشوت فلاك يعني احنا كده كسبنا كل الجواز اللي موجودة في الحدث ولكن انا كنت عايزة اعرف في الصندوق الاخير ده في ايه فقلنا هنلعب مرة او مرتين كمان وناخد الصندوق اللي موجود وهنا زي ما انت شايفين البارب بخمسة وعشرين ولكن خلونا نرجع على الكوميون حالو طيب كوميون حصل كده نفس القصة في لما جينا الاول كانت الخرايط لما بجمع اتناشر خريطة كانت بتديك الف كوين لما تروح تفتح الستاش بتاع كنت بتاخد الف كوين لما جيت يعني لعبنا واخدنا الجايزة هنا يمكن اعرضت لكم في في فيديو الغرفة المحصنة لما كسبناها بقى العدد نقاط والدنيا تمام الجواز حلوة وكويسة والحدث كان لذيذ وكانت فكرة انك بتجي ورا الريدرز وجمع خرايط وكل ساعتين تظهر لك تظهر لك الخريطة اسعاد كانت برضو بتدفع دهب قاط دهب بتاع الدرون كان غالي شوية ولكن هو مش انت مش مطالب انك تعمله يعني مش مطالب انك تروح تدفع دهب للراجل بتاع الجايز ستيشن عشان يشغل لك الدرون انت ممكن تستنى كل فترة بيقوم مطلع لك مكان تروح تاخد الكوينز اللي موجودة وتاخد جزء الخريطة او بعد ما بتجمع الاتناشر بتروح تاخد الالف يمكن حتى حد دخل اا ما شافش الفيديو بتاعنا القديم بتاع الحدس نفسه ولما تعد تاني دخل شايفه فبيقول لي انا انت ما نزلتش لها عنه فقلت له او هو نفس الحدس ونزل قبل كده وديته اللينك بتاع الفيديو فدخل شايفه فلاقيته داخل بيقول لي ايوة بس انا الوقتي للخريطة بيتطلع لخمسمية بس فقلت له اه هو زمان كان بتطلع الف فالتعديلة خليته خمسمية ماشي برضو اتعدل للحدس شافوه لأ ده سهل اوي فخلونا ايه لأ يعني نغير شوي تمام خلونا هنا ناخد بقى الصندوق ونشوف الصندوق ده في ايه تمام آآ باك وفهاي كواليتي بارتز ده ما شايفين هو في قطع ويمكن شايف انه هو صندوق واوي يعني صندوق عادي جدا آآ ما يستهلش يعني يعني مع احترامي للمطورين بس لأ انا شايف ان الصندوق ده ما يستهلش فدايما كنا بنقول ايه ان الحادث بيبدأ حلو قوي وبعدين يبتدي يتعدل في يعني بقى اسوأ سنة او يبقى في تعديلة تخليه زي ما بنقول كده نرف تمام ولكن ده اصلا مبتدي صعب فانتو هتصعبوه اكتر محادش هلعبوه ودي هنا النقطة انت انتو بقى لكم حلاسين بتنزلوهم حلوين قوي معنى انتو بتجدوا تعدلو فيهم فاتصعبوهم شوية انتو بتجديني الحادث ده صعب الحادث ده يعني بنسبة كبيرة اللي هيلعب في ليه ما يقدرش يجيبه وهنا يمكن دي الجايزة اللي انا كنت عايزة الشنطة الشنطة مش عاجباني قوي ولكن اللبس نفسه انك تبقى شكلك زومبي كده ده كتعجبني الصراحة ولكن انا دفعت برضو دهب ليه لان انا تم عاكمية دهب كويسة فاقدر ادفع دهب واقدر اشتغل على ان انا جيب الجايزة ولكن في ناس كتير لو حد بيلعب في ليه او حد ما عاكوش دهب ما اعتقدش ان هو يقدر يوصل للجايزة ده يمكن تعليقي عن الحدث ان انا دايما بقى لكم حدثين بتنزله حدث كويس جدا وعنين تبتدوا تعملوله نرفق او تبتدي صعب الموضوع شوية فيبقى مقبول انك ايه بتبالنس الدنيا او بتجرب لو الدنيا صعبت شوية اه هتفضل الدنيا تمام ولا لأ انما هنا انتم متبتدين لحادث صعب الحدث هنا صعب هلأ اي حد في ليه وهلأ اي حد يقدر ياخد الجوايز كلها ولولي رأيكم وانا عايز اعرف رأيكم ايه وصلتوا لحد فين هل الناس كملت هل الناس من غير ما تدفع فلوس قدرت توصل ليه اخر وخدت الجوايز ولا لأ صندوق حتى الاخير زي ما انتم شفته في الفيديو مش شايف ان هو يعني اه فيه بارتس كويسة ولكن يعني مش عاقع بالحدث ده كله عشان في الاخر يجي لي صندوق زي ده. فانا مجملا كده مش شايف ان حدث احسن حاجة خلونا نقفل فيديو ونكمل في فيديوهات تانية واحنا بنقفل في فيديو طبعا بنفكركم بهدفنا ان شاء الله ان احنا نوصل الى عشر تلاف مشترك بمساعدتكم فاي حد بيتفرج علينا مش دايس عزرام متابعة يدوس عليه وكمان يفعل زرار الجرس واستنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية من قناتكم